أعلموا أنه في المصليات وأوقات الدروس ومجالس الخير ما يشتغل بالجوالات بل ولا في غير هذه الأوقات الغيري حاجة ولغير الذرة والغير منفعة وفاجدة وانتي استعبدتك متاه الآن بعض دول أوروبا بدأوا يفتحون محلات العلاج على جيش والإدمان على النت يتحول مصيبة تحول مشكلة نفسية واجتماعية وبعدين قدوا بدأوا يصلوا لا تجيب البلاء حقك ولا بغير نصلح لنا مركز العلاجة لا تجيبوا أصلا تورطنا نحن فيه وبعدين بتجيبت أهل جناد أولا أولا أقول لأنهم يعالجون أولادهم هناك بعض أولادهم لكن عاد بعض أولادنا بدأوا في السكرة في التر أصلا ما رجعوا إلى مرجعياتهم الكريمة النزيهة الشريفة يصلهم هذا الوباء والوباء ولو لهم مرجعية إلى مرجعياتهم الطاهرة المنورة في الشريعة ما لا يقدر هؤلاء يضحكون عليهم بشيء ضرهم يما حول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال